الملحبة الشعبية مستمرة حتى على مستوى الرياضة حتى على مستوى الرياضة عشان تشوفوا بس اللي انتو عملتوه مبارح كان فيه قمة للأهلي والزمالك بيلعبوا في البحرين باسكتبول كان بيلعبوا في البحرين باسكتبول السوبر الافريقي ولا السوبر من المتال الافريقي كان بيلعبوا ماتش أهلي كسب مش مهم أهلي والزمالك يكسبوا كان مش لها تلكورة خالص بس عايز اقول لكم الجمهور مبارح عمل ملحمة عربية فلسطينية في المدرجات عظيمة جمهور الاهلي والزمالك في مطش البسكتبول في البحرين عمل ملحمة وهتافات ومناصرة للقضية العربية الفلسطينية بشكل عظيم وزيدكم من الشعر بيت بيتلعب دلوقتي انا بكلمكم مباراة في الدورة العام ما بين نادي الزمالك ونادي سموحة برضو مش مهم خالص النتيجة مش عضيتي دلوقتي كرة دي اخر همي جمهور الزمالك في بداية المطش عملوا لوحة عملوا كرنفال رغم ان الزمالك وضعوا في الدورة ايه والكرة ايه ولسه الانتخابات امراح خلصنة ايه وكان فيه صراع انتخابي مش عارف ايه وبالمناسبة مبروك لقائمة حسين لبيب بالكامل وحنا بقى نتكلم بعدين عن البداية الجديدة والصفحة الجديدة ان شاء الله نتزمالك اللي تبقى فيها استقرار ونجاحات وبطولات وكذا باستنكلم بعدين لان ما كانون كنت لقتي عن لب القضية جمهور الزمالك النهاردة في مقدمة المقدمة البرنامج في مقدمة المباراة الدخلة عارفين الدخلة اللي بتبقى قبل المطش ايه الوعي ده ايه الوعي ده يا شعب مصر ايه الجمال ده وايه الوطنية دي مفيش اساءات مفيش بزاءات مفيش خروج على النص ابدا كلنا على قلب رجل واحد صوت مصري شعبي اصيل وراء الحق وراء اهلنا في غزة وضد المعتد الاسرائيلي على طول الخط فولستوب عايزين حاجة تاني تؤمره بحاجة تاني حاجة عظيمة واللي انتو بتعملوه ده زي ما انا بقول من اول الحلقة لحد دلوقتي بيغير غصب عن عين التخين رغم ان الاتحاد الانجليزي لكرة القدم الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اعلن من يوم 7 اكتوبر بتاعة الهجمات بتاعة حماس انه هو متضامن مع اسرائيل والحكومة الانجليزية ورئيس وزراء اطلع قال احنا متضامنين تماما مع اسرائيل وانه هم مش عارف ايه مع كذا وعملوا في الشارات السوداء في الملاعب على اللي ماتوا من اسرائيل يوم 7 اكتوبر ومش عارف ايه النهاردة كان في مباراة دهورية ما بين ليفر بول و ايفرتون اللي بيسموها ديربل ميرسي سايد وبالمناسبة صلاح تقلق وجاب جنين برضو مش قضيتي دلوقتي كرة وخلص ومش عافقين الاهم اهم لقطة اهم مشهد في الماتش النهاردة بتاع ليفر بول و ايفرتون عالم فلسطين قد كده بيزين المدرجات عالم فلسطين قد كده شايله جمهور انجليزي بيزين مدرجات ستاد الانفلد اللي هو ملعب ليفر بول ليه؟ عشان فهمي عشان وصلت لهم الرسالة عشان اتأثروا ولما اتأثروا اتغيروا ولما اتغيروا قرروا يعبروا خدتوا بالكوا من المراحل ادي صورة هو وفيه لو خدتوا بالكوا تحت خالص مكتوب اللي يفتل بالاسود دي انا بس مش شايفها بس دين فيها دعم مع غزة انا مش شايفها من بعيد اوي بس اه اه مكتوبة هو فور جات سيك سيف غزة يعني من اجل الله انقذوا غزة يعني بالبلد كده عشان ربنا انقذوا غزة عشان خاطر ربنا زي ببنقول عندنا كده في الصعيد وفي فلاحين عشان خاطر ربنا انقذوا غزة مين دول؟ ده جمهور انجليزي وفوقه في اعلى الشاشة لو تشوفوا ثلاث اعلام لفلسطين مش عارف شايفينهم ولأ اعلى الشاشة خالص في ثلاث اعلامهم في المدرج وراء بعض لفلسطين المطش ده فين؟ المطش ده مش في السيسكندرية مش في برسعين مش في السويس مش في القاهرة المطش ده في ليفر بول المطش ده كان النهاردة الظهر في ليفر بول ودي اللي استاد شايفينه هو فور جات سيك سيف غزة عشان خاطر ربنا تقيدوا غزة والاعلام بتاعت فلسطين اكتر من اعلام ليفر بول عشان تعرفوا بس انه لا يأسى مع الحياة وان تقدروا تأثروا زي ما انا قلت لكم تقدروا تأثروا فلما تأثروا تقدروا تغيروا فلما تقدروا تغيروا اللي تأثر يعبر اللي تأثر يعبر ودي البيزة واحدة من المزايا القليلة اللي موجودة في الغرب ان الشعوب عندها بعض الحرية في التعبير عن النفس فلما بيقتنع بيقول لما بيقتنع بيكلم حتى لو كان كلامه عكس اللي بتقوله حكمته او نظامه لكن هو مقتنع انه هو مدام اقتنع وفيهم الحق فلازم يقف مع الحق لشان كده بقول لكم انتو يا شعب مصر ويا بعض الشعوب العربية اللي انتفضت معانا انتو اللي حركتو احرار العالم اللي حركتو بعض المحترمين في العالم اللي لسه عندهم ضمير وعندهم دم وعندهم رغبة رغبة في الوقوف مع الحق